تعالوا كمان نتكلم شوية عن مهرجان العالمين اللي لفت الأنظار جدا في الفترة الأخيرة واللي كان محور اهتمام كتير جدا من القنوات الفضائية واللي نقدر نقوله ان هو الحقيقة إلى حد بعيد نقل صورة حضرية جميلة عن مصر وعن المصريين بتعكس مدى الاهتمام بمقاصد مصر السياحية ويا ما اكترها عندنا طبعا شفنا الحفلات الجميلة اللي كانت موجودة هناك واللي أقيمت على مدار الأيام والأسابيع الأخيرة واللي احضرها كتير من كبار النجوم في الغناء وغيره تمر حسني ومحمد منير وحميد الشعاري واحمد سعده وطبعا تفاعل الجمهور مع الحفلات إلى جانب حضور المجموعة من الأجانب ونقل صورة إيجابية جدا عن مدينة العالمين طبعا ده كله غير الشق الرياضي اللي في الموضوع يعني بكلمكم بشكل عام ومشاركة أكتر من نجم حنلاقي زي ما تابعنا يعني في الفترة الأخيرة كان فيه تقلق بهذا المهرجان الحقيقة وكمان عايزي أقول لكم ان فيه قرعة لبطولة الأندية العربية لأبطال الجودو وهي بالمناسبة البطولة اللي حتستضفها مصر بالتحديد في مدينة العالمين الجديدة على هامش المهرجان بمشاركة العديد من الدول العربية تحديدا 12 دولة عربية وده بيحصل في زل ثقة الاتحادات الدولية والعربية لإقامة مختلف البطولات في مصر وبرده وده كمان بدوره مجاش من فراغ احنا بأنه يمكن السنة أو السنتين اللي فاتوا تكاد تكون مفيش حلقة من عشر الصبح في الأهلي ما كناش بنتكلم فيها وغالبا ما كنا بنشيد من خلالها بحسن استضافة مصر وتنظمها لفعاليات كتير من البطولات الرياضية العالمية بما فيها كؤوس عالم في بعض الرياضات وبطولات عالم في بعض الرياضات طبعا بطولة الجودو اللي بكلم خضراتكم عنها هتنطلق فعالياتها النهاردة وحتستمر حد يوم 18 أغسطس طبعا تم الاستعداد لهذه البطولة على أوسع نطاق وعلى أعلى مستوى مع تجهيز بقى طبعا صارات مميزة للجودو بكافة الإمكانيات إلى جانب بقى المواقع الحلوة اللي بتطل على البحر البطولة دي هتكون بمشاركة حوالي 340 لاعب ولاعبة من مختلف المراحل العمرية براعم تلاقوا أشبال موجود ناشئين موجود ده طبعا هيكون يعني إلى جانب منافسات الرواد فوق سن الأربعين سنة يعني نقدرون إن هي فعلا بطولة كاملة ومتكملة والحقيقة الناس كتير شايفة إن مهرجان العالمين مش مجرد حدث عابر وخلاص يعني لأ ده الحقيقة كل الأنظار متجهة إليه وكمان لو هنتكلم عن يعني أو بلغة الأرقام فجميع الأماكن السياحية والفنادق وقرأ المحيطة بهذه المنطقة كلهم أعلنوا إن نسبة الإشغال عندهم موصلت مية في المية فيعني الموضوع مش مجرد حفلات وماتشات والسلام لأ ده إنعكاس كمان لصورة حضرية عن بلدك وشغل لفئات كتير فيه ناس كتير خليبين حضراتكم موسم الصيف ده موسم الرزق بالنسبة لهم فيه ناس بتشتغل بشكل موسمي فقط في موسم الصيف فبيستنوا الصيف ده من السنة للسنة عشان هو المصدر الرئيسي لرزقهم طبعا غير حرص نجوم مصر والوطن العربي يعني هما كمان يكونوا مشاركين في مهرجان العالمين ليصبح الحقيقة في أول سنة ليه بيزاحم إلى حد كبير أكبر مهرجانات الفنية في العالم العربي أكيد دي حاجة تسعيدنا كلنا